موسيقى موسيقى كبار يعني كتير موجودة بالفيلم فكان القرار إنه فهيدا المقاربة للفيلم ما بتشبه أي مقاربة تاني وهيك صار انت إخترت دورك بالفيلم أو توني إخترلك إيه؟ لا توني لما كان عم بيكتب شيفني بهايدا الدور وهو عم بيكتب وهيك صار شيفيك بيدور المرة العيشاء راح توقف ضد الرهبان شايفني بهالشخصية الامرأة اللي هي متمردة عن عصر تحكي عن صوت كتار من الناس اللي عندهم شوي هيك نظرة متمردة على رجال دي صعب واحد يمثل دور هم مش عيشوا بحياته اي من يحا ده السؤال ايه اكيد يعني هو صعب ولكن دايما داخل كل انسان في كل الشخصيات وكل الحالات بيقطع فيها الحلو بالتمثيل انه انت بتقدري كانساني انه تقولي انه انا هون تتخبي ورا الشخصية تتخبي وراها وتتبني هيدا الموقف وتعيشي لفترك انه هيدا انت فبتكوني اللي ما قدرت تعملي بحياتيك لانه في المجتمع الدين الأخلاق كلها بتمنعك انك تعمليها فانت بالتمثيل تقدري تلعب كل الادوار وكل الحالات وهذا الحلو في التمثيل بس انت ما عملت بالتمثيل اللي ما قدرتها يعني ما كنت حابة انك تكون الانسان متمرد على الدين بالحيات اه ما لا ما بيمنع انه انا بما كان معين كنا عندي ناصرة متمردة على الدين وعلى رجالي دين فترة معينة انا اكيد فما رأت فيها ولا حتى رجعت اخترت الايمان مش كان مفروضة اه صح مش كان مفروضة عليا يعني لاني انا بنت ابونا ولازم اكون مسالة غيري من الناس اني انا روح علي تميسة قبل غيري اني اتناول اني اعتريف اني صلي اه فبما كان معين عملت هايدي الثورة انا ما بنعرفه توني ان هو كان كتير هو عم بيكتب كان كتير عم بياخد من شخصيتي يعني نوعا ما يمكن انت اكتر واحدة اخد من شخصيتي يعني اعرف انه زوجته رح تمثل هالدور اي لانه كان عارف مين اللي رح يلعب هيدا الدور فكنت عارفة كتير ميح روحي المينية لانه كان دايما يخبرني عم هو عم بيكتب اه بس اكيد يعني قبل التصوير اه هو بحب توني انه اه ممثل اه يعني ينفصل عن كل شي كان عم بعيشه قبل اه هو جاي عالطري اه او قبل بيوم يعني بده يجي للمثل على البلاتو يقعد لوحده ويقعد هو معه اه يحكي عن الشخصية اه ويعرف يلاقي عنده الانفتيح هلا انا انفتيحي كل ايتها يعني بين ايدي لطوني مصبوط اصلا فهو منو بحاجة يفتش عليها وقت الوقت التصوير او قبل التصوير بشوي فكان بيعرف شو مفتاحي لكل مشهد لانو بيعرف حياتي فكان يعرف لوين يروح لحتى اقدر افهم علي انو شو بده مني هلا انا كاحساس اني يوصل ادي اخد معكم شغل وتصوير فيلم مورين مورين اه بين كتابة ونحنا صورنا اول بارت يعني لان نعمل شي متل نوع من تيزر لانجنجع نكفي التفتيش على متمولين اه ولانجنجع نكفي كمان تحضير العمار الضيعة وكل الدقارات يعني ثلاث سنين يعني بلشنا نحنا اه اخد وقت اه بلشنا بقوائل دميل كنز وهلا كنت عم بتساعدية لطونيا بالكتابة بالاخراج بالقراء اكيد كن هو يكتوب وقال لي قريه ولا ياخد الفيدباك طبعي هلا اكيد انا ما كنت قملي علي قراء وقال له انو انا لأ لي ما بتعمل هيك عمول هيك هو كن دايما في هادي المساحة من الحرية انو هو المكاتب النهية ولكن كني استعملني لقلي كقارئة ذكية يعني مطلقية اي مطلقية وشوف تأثير هيدا الشي علي اذا تبنيته او ما تبنيته اذا شفته مفتعل او لأ منه مفتعل هيك نساعده اني كنت اقراله دايما تقلق اديش اشتغلته على الفيلم تا ما يطلع فيه ولا غلطة ولا غلطة للحقبة التاريخية ولا غلطة بتي بالاضاءة بالاماكن اا هاته بالكنيسة لي كي عنده هاي هكي انا المقاعدة ايام زمان اا طريقة حاكي الناس مابيّن ولا شريطة كهربا حلما صورتوا ابوا كم يمكنهم كيف كهرباءه وقت يعني ما في ولا غلطة يعني في فيه علميين انا بعرف راحوا ليك تشفوا الاخلاة اخطاء ولقون اا اي اا اول شي لمن انت بتعمري ضايعة اب وهين عمرتوها عمرناها بيننا قورة منطقة النيعونة صارعنة هولي ود لبنان فلما نعمرنا بتعمري ضيعة يعني أكيد أنت حميت حالك من أنك يطلع بالشيء قادر في شيء يعني منه صح الأهمية العمار الوكيشن يعني الضيعة مش بس أنك أنت ما توقع بأخطاء العلاقة أنه بمصدقية التاريخ ولكن أيضاً ليكون فيه هيداً الكاميرا يلي يلي عم تطلع من جوة لبرة بطريقة حرة وهذا شيء بيخلق إنسيبي بحركة الممثل مع حركة الكاميرا ويصير فيه حياة فبتشوفي أنت الضيعة يعني المخرج كان عنده مساحة من الحرية تحرك فيها لأنه ما في شيء عم بيصدمه لعموت كهرباء لباب ألومينيوم ولا بناية طالعة بالباكراوند يعني هيدا العنصر كان كتير عنصر مساعدة ولا شيء سيارة جديدة مرأة شيراج روفر متى وشيء يعني كمان نحن بعادي كتير عن الأوتوستراد وعن الأصوات السيارات يعني هيدا كمان كان عنصر مساعد لتسجيل الصوت أكيد بقى قلعت المسالحة عينينا بالصوت كتير لأنه هي على الطريقة ولكن قلعت المسالحة هي شغلة قيمة تاريخية مهمة جداً عطيت للفيلم لأنه قلعة رائعة جداً عندي كل داري اللي اتعمر بويدي أنوبينو وللنشتغل الأنتريار طبعه بمرقص حية مرمتانوس مرقص حية الحلوة هون لما وقعنا بأخطاء لأنه كان كل شيء عم بيتصنع للفيلم مش بس الدكورات الكبيرة حتى يعني الأنتريار حتى الداخل الحيطان أي شيء معلق أي شيء موجود من تخت من كرسي من باب من شباك من أدوات يستعملوها يأكلوا فيها يشربوا فيها يتحمموا كانت كلها عملية خصيصاً للفيلم لتريات اللي تعلقت بالخان كل شيء كل شيء كان كله صنع يعني حتى عربية الخي صنعناها يعني من هون ما بقى فيه أخطاء تقع فيها لما عم تعملي إنتي للتياب لما إن الشخصير عم تعملي كله عم تعملي فما قبع فيه مجل تقع بخطاء وخاصة إذا كان عندك حداً مثل توني يعني هالقد دقيق ما بيساوم على شيء يعني وما بيسألوا عن المصاري كان أبداً إنه قد ما تكلف هايدي عم رضاعة تكلف أنا هيك شايفة وإنت ما سألت عن كبر الدور إذا كبير ياما صغير كمان لا صحيح بطيناتنا مجانيين بالعطاء بالفن صحيح بس متى مثل الكبار الممثليين الباتشينو وغيرهم أوقات يمكن بيطلعوا بدور دقيقتين بفيلم يعني بيكونوا هن العطين الإيمي للفيلم أنا بعتبر دوره حل دوره حلو مؤثر وأساسي وبالسينما مش قصتي بالكبر بس ولكن بمدى تأثيره بالقصة وأدي في مواقف يعني هيك مميزة يعني للدور مكتوبة أنا بعتبر دوره حل دوره كتير أساسي ودوره كتير قوي ورائع رائع وصعيب مين عجبك دوره أكتر كمان بالفيلم؟ مين شفتيه مثل كتير باحتراف ما كنت مستنظر أنه هل قد يعطيها لأ كلهم شاطرين كلهم محترفين بس مين يلي هيك أسر بتاقل شامعون؟ أنا عن جد زي بقول لكل حبات الكلمة بكون أنه عم بكون ديبلوماسية لا أكيد الملفت لأكتار من الناس العملين بحقل التمثيل كان هو جوزاف عبود لأنه جوزاف هو ما كان معروف إلا بأدوار شوي يعني مثل دور نهره لكن يعني كان عنصر مفاجأ لأكتار من فنينين يعني ممثلين أكيد يعني استاذنا الكبير مونير معاصر أنا بالنسبة لأي لهذا الدور يعني بيستهل علي جائزة رح ينعرض لجواهير تمثيله كان رائع جدا يعني على ستندر عالمي فيه أول الكلمة بدي سمي حدا معين الكل كان بيدوره رائع روني غوش بيلعبها لها البنت اللي عندها إعاقة خلقية كانت كتير حقيقية وما فيه إفتعال بقدر أقول أنه كان كل حدا مبدع بيدوره وكل حدا كان على الأد تقلا رح ينعرض الفيلم شي على جواهز عالمية رح نعرض بشي فيستيفالي تمهمي أكيد نحنا عم نتراسل مع أكتار من المهرجينات العالمية وبهمنا جدا أنه الفيلم يتم اختياره لأحد المهرجينات وهوني يعني ما بنعرف مين بيكون سعيد الحظ أنه ياخد جائزة الصورة، الإخراج، التمثيل أنا بالنسبة لألي في كتير جواهز ممكن ترشح لألة مورين إن شاء الله، إن شاء الله وبكتير بلدين يما بس بيكان مطاق ومحل معين لعب بكتير يعني بأغلب المهرجينات العالمية نحنا عم نعمل تواصل وإن شاء الله يعني بيطير قريباً وبيشارك بأحد المهرجينات تقلم بعض مورين شوفي جوليا أنا مش أول مرة بمثل كوميك يعني أنا لعبي البرجة 13 وقتها أنا وجوزيف بونصار يعني كانت وقتها معنا ماجي بوغوصن كمان من كتبت شكري فخوري، وقتها يعني أنا كتير حبيت حالب هذا واخد شكسي كمانا واخد شكسي كتير هالمرة كمان عم بلعب كوميك بكون اسمي ديانا كتبت مازن طاها وأخراج إلي حبيب وإنتاج إيقل فيلم بطولة ماجي بوغوصن وقيس الشيخ نجيب شخصية هيك لذيذة مهضومة عندها الناحيتين القوية بنفس الوقت هيك اللي عندها روح الفكاهة وبنفس الوقت كمان عندها هيك الناحية الأنصوية فيها طاغية مثل ما أنت بالحياة إيه؟ نوعا ما يعني تقلق ديبعا بتنجح بدور الأنصوية دور الأمة دور الست الليدي يعني هاو دي اللي انت هن موجودين فيك عم نشوفهم كتير طبيعيات لأنه موجودين فيك تقلق شو ديك قولي للناس اللي لازم يروحوا يحضروا مورين أكيد هيدا التجربة يعني مش بشهدتي أنا ومش بشهدها رأيي أنا رأيي كتار من النقاط اللي كتبوا والنقاط مهمين بتاريخ النقد الفني اعتبروا أنه هي مرحلة جديدة يعني معالم السينما الليبنيني نحنا نشكرهم على هيدا الحكي الكبير والبي حملنا مسؤولية كتير كبيرة مورين هو مغامرة مغامرة في كتير من الكرم في كتير من المجينية في العطاء فيها فيها المستحيل يعني أنه نحنا قلنا أكيد لمست لقلبي لديسة مارينا لمست لقلبي أكيد أكيد ونحنا كنا نحس دايما بقدي هي يعني موجودة معنا بخلال كل هيدا المشروع وطالبي منا يعني أنه نكفي المشروع للآخر لما جيء جسمينا ونحنا هيدا الأنواع من الأفلان يعني فيك تصارحي لنا عن ما جيء جسمينا جيت الأوكين من الفنيز أنه يجيبوا الجسمين يا أهلا وسهلا فيها بلبنان بركي بتحمينا صح ولازم نرجع واللبنانية هيك يؤمنوا بهالحضارة العريقة وبهالتاريخ ونحنا شعب هون متجزر بهيدا الأرض فما نكون هلأ كرمال شوية ديئة اقتصادية وهموم معيشية وخوف من الفقر وخوف أنه ما نعيش على مستويات معينة تعودنا نعيش عليها نحمل حالنا ونسافر لحتى بس كرمال قمة العيش نرجع هيدا الشعب المناضل يلي مش بس نوجد عها الأرض ليأكل ويشرب وينبسط ويصهر ويلبس لأ لأنه عنده رسالة بهيدا الأرض وهي أرض الأديسين صح مش أديسة واحدة كلهم يعني عمنا كثير أديسين من لبنان عكل حال إن شاء الله بيوصل الهدف فيلم مورين من ناحية المستوى بالسينما ومن ناحية القصة ومن ناحية نوعية الفيلم ومن ناحية حتى الممثلين المبدعين يلي فيه أنا بتمنى يوصل للرسالة يلي هو حملها وإن شاء الله يا تقلم النجح لنجاح مرسي يا الله يا أهلا وسهلا فيك مرسي لألكم ولكل يعني هالموقع اللي هو حملنا من الأساس وكنتوا معنا وحدنا لحمدال مرحباً أنتو 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 عمصر أساسي بنجاح هل في من وقت الأوبينيج المهمة اللي حضرتونا إياها أنتو نحنا واش بيتنا وهلأ كمان كيف عم بتضوء بعد قول عها المسيرة واش بيتنا نعمل هيك العمل هالقدة ناجح و هالقدة في إبداع أنا بقلك موفقة أنت وطوني فرجالة وإن شاء الله بعمل تاني بعرف هلأ بلاش يحضر لأديسة تانية ألا هو بيحكينا أكثر بالموضوع مرسي كتير تقلى شامعون وأهلا وسهلا فيك هيك نهينا حلقتنا مع تقلى شامعون مع أنه ما بينشبع من الحديث معها قد ما مشوق الحديث فأكيد رح نعطكم بلقاءات تانية نحنا وإياها شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة